بيبدأ المسلسل في كوريا مع ناس بيتظهروا قدام مدرسة شيون جدام السنوية ويدل انهم ضد التعليم الخاص وبيبقوا عايزين يقفلوا المدرسة واللي بتكون اكبر مدرسة في كوريا ومش بيدخلها غير الطلاب الاغنية واللي بتبقى حياتهم سهلة جدا بسبب فلوسهم وبيقدروا يشتروا اي حاجة هم عايزينها وبفلوس اهلهم وبعدها بتظهر بيك واللي بتكون اغنى طالبة في المدرسة وبينشوف هو يقعد مع المدرس بتاعها واللي بيحقق معيها بسبب انها بتتنمر على طلاب الفقراء لكن بيك مش بتبقى مهتمة بكلامه وبيدخل كل الطلاب على المدرس وبيدفوا عنها وبيقولولوا انهم اللي اتنمروا وببص بيك على لابتوب بتاع المدرس واللي بيبقى مش شركة بتاعتهم لكن اصدروا قديم وبتعرض بيك على المدرس انها تجيب له واحد جديد وبتقولوا انها الملكة بتاعت المدرسة وبعدها بتوصل هين وبيبصوا كل الطلاب عليها وبيظهر انها طالبة فقيرة وبتبقى ناوية تبقى زي الطلاب الاغنية وبنرجع بالزمن ثلاث شهور وبنشوف هيان وهي في الطريق وبعدها بتوصل لبيت ناس اغنية وبتنبار هيان اول ما بتدخل وبنعرف انها زورت الشهادة بتاعتها وفهمت صاحبة البيت انها طالبة جامعية وده لانها عايزة درس لبنتها رياضيات وبتعرض صاحبة البيت عليها معجنات وبتفضل تكلمها عنها وبتقول لها انه مش هيجي لها فرصة تانية انها تاكله وبتتكلم بطريقة مهينة لحد ما هيان بتسيبها ومش بترضى تاكلها وبتقول لها صاحبة البيت انهم هيقدروا ويدخلوا بنتهم لمدرسة شيون جدام بفضل علاقاتهم لكنها خايفة ان الدرجات بنتها تبقى وحشة في الرياضة وبعدها بترجع هيان بسرعة للمحل اللي هي بتشتغل فيه وبيقول لها زميلها ان صاحبتها مستنيها من بدري وبيبنى عليه انه ارفان من صاحبة هيان بسبب انها مش بتستحم وبنعرف ان هي اللدت لهيان الاوراق بتاعتها وده لانها بتدرس في اكبر جامعة في كوريا وبتسألها هيان عن السبب اللي بيخليها تعيش بالطريقة دي على الرغم من انها بتدرس في جامعة مهمة فبتقولها صاحبتها انه مفيش حاجة هتتغير حتى لو بتدرس في هارفرد وده لان اللي بيتولد فقير ما بيقدرش يامل حقا كتير فبتحبط هيان خصوصا لما بتعرف من المدرس بتاعها انها مش هتقدر تسافر لنيوزولندا عشان تحضر معسكر اللغة على الرغم من انها اشتر طالبة في المدرسة وده لان في واحدة فقر منها قدمت على المنحة وبيقول لها المدرس انها محتاجة ل3000 دولار عشان تعرف تسافر وبعدها بتعرض صاحبتها عليها انهم يساعدوها عشان معسكر فبتجدب هيان وبتقول لهم انها مش هتسافر عشان البرنامج مش يبقى مفيد ليها وبترجع هيان البيت ويا حزينة وبتلاقي والدها قاعد ورجله بتوجعه بسبب انه مشي طول الطريق ومرضيش يركب تاكسي عشان ما يصرفش فلوس كتير فبتحبط هيان اكتر وبتزعق فاخوها وبتطرده من القوضة والتانيون بتروح لنيون عشان تدرس لها رياضيات لكن نيون مش بتكون مهتمة وبتفضل تتصار مع الشنطة بتاعتها الغالية وبتتصدم هيان لما بتشوف تمنها وبتقول لها انها مش فاهمة السبب اللي بيخليها تصرف الفلوس دي كلها على الكماليات وان ده تضيع للفلوس فبتسكت نيون وبعدها بتعرض عليها الشنطة وبتقول لها انها تدهلها بلاش فبتفكر هيان انها ممكن تبيعها وتسافر بتمنها وبتمد ايديها عشان تاخدها لكن نيون بتصحبها على طول وبتضحك عليها وبتقول لها ان والدتها دايما بتقول لها ان الناس اللي بتتصرف كأنهم مش عايزين حاجة هما في الحقيقة ما يقدروش على تمنها وعشان كده بيقللوا من قيمتها فبتحرج هيان وبتسكت وتاني يوم بتروح لنيون عشان تدرس لها لكنها بتتأخر فبتستغل هيان الفرصة وبتتصور بالشنطة وبتنزل الصور على صفحتها وبترجع مكانها على طول اول ما نيون بتوصل وبتستغرب هيان لما بترجع المدرسة وبتلاها صحابها بيعملها وحش وده لانهم عارفوا انها فقيرة وانها كانت في المعسكر بمنحة وفجأة بتدخل عليهم طالبة وبتسألها ان كانت غنية فعلا فبتتفاجئ هيان خصوصا لما بتشوف التعليقات اللي جات لها عالصورة وان الكل بيتمنى عيش حياتها ويبقى مع شنطة زيها وبتقرر هيان تكذب على صحابها وبتفاهمهم انها من عيلة غنية وبعدها بتظهر بك وبنشوفها ويبتنتقم الطلاب الفقرة وده لانها عايزة تعرف مين اللي بلغ عنها للمدرس وبيتعصب واحد من الطلبة وبيسألها عن زنبهم فبتقولوا بك ان زنبهم انهم اتولدوا فقرة وفي الوقت ده بتكون هيان في المدرسة وبتتبسط جدا بهتمام صحابها ولي بيفضلوا يسألوا عالصور والحاجات اللي عندهم وعن السبب اللي مش بيخليها تيجي باللبس ده المدرسة فبتفتكر هيان كلام صاحبتها واللي كانت بتحكي لها عن واحدة زميلتها في المدرسة كانت بتدعي انها غنية وبترد هيان على صحابها بنفس الكلام وبتقولوا صحابها انها بتشتغل عشان تصرف على نفسها وده لانها مش عايزة تكلف اهلها فبينبهر صحابها بها اكتر وبيشوفها مثالية وبتتبسط هيان لما بتعرف انها ممكن تجي فلوس كتير من الصور اللي بتنزلها عن انستجرام وفي الوقت ده بنشوف بيك وهي نايمة في الفصل وبتتعصب المدرسة خصوصا ان الطلاب بيخافوا يصحوها فبتصحيها المدرسة وبتقولها انها عارفة ان كلهم من قصر راقية لكن لازم يكونوا مؤدبين في الفصل فبتقرى بيك المكتوب عصبورة واللي بيكون مكتوب بالانجليزي وبتقول للمدرسة ان نطقها سايق ومش بس كده لكنها كمان مش مع المؤهلات الاساسية اللي ادخالها تدرس في المدرسة بتاعتهم وانها ما تجرؤش تتكلم عن اخلاقها وبعدها بتسيبها وبتكمل نوم فبتسكت المدرسة ومش بتعرف ترد عليها وبتروح يان لبيت نيون وبتدخل قدتها بسرعة وبتلبس كل لبسها وبتتصور بيه وبتبقى مستنية يجيلها عروض واعلانات عن انستجرام وفي الوقت ده بيجيلها فكرة وبتدخل قدت والدت نيون وبتنبهر بالحاجات اللي عندها وبتعجب جدا بعقده وبتمسكه وفجأة بتدخل الخادمة عليها وبتسأل علي بتعمله فبترتبك يان وبتقول لها انها كانت عايزة تروح الحمام وبعد ما الخادمة بتمشي بتلاحظ يان ازاي بتعمل درسة شيون جدام فبتاخده يان وبتلبسه وبتتصور بيه وفي الوقت ده بتوصل نيون فبتخاف يان وبتستخبها تحت السرير وبتفضل نيون تدور عزي لحد ما بتشوف تليفون يان وبتشوف التعليقات العصار بتاعتها وبتكتشف انها كانت بتلبس هدومها وبتتصور بيها وبتخرج يان من تحت السرير وبتعتزر لها وبتترجها ما تقولش لوالدتها فبتوافق نيون لكن على شرط انها تحللها الواجب بتاعها فبتوافق يان وبتخلي صاحبتها تسعيدها واللي بتستغرب من هي عمليته وده لانه يان كل حلمها انها تدخل الجامعة وتبقى موظفة حكومية فبتقول لها يان انها ما كانتش عايزة تتزلي قدام صحابها لكن بعد كده حبت حياة الاغنية بعد ما جربتها وبتدائي هان من نيون وده لانها بتخليها تخدمها وتصورها هي وصحابها وبتزلها مقابل انها ما تقولش لوالدتها وبتخليها كمان تحل واجبات صاحبتها فبتقولها هان انها مش عارفة تذكر للمتحان بسببها لكنها بتوافق في النهاية وبتقول لها ان دي اخر مرة تأملها حاجة وبيجي يوم لامتحان بتاعها وفي الوقت ده بتتصل نيون عليها وبتعيط وبتقول لها انها نسيت ورقة المقابلة وبتطلب منها تجيبها لها وده لان ما فيش حد في البيت وبتهددها انها تقول لولدتها لو ما جابتش الورقة فبتضطر هيان انها تسيبي المدرسة وتجيب لها الورقة لكنها بتتصدم لما بتسمع نيون ويبتتكلم مع صحابها وبتعرف انها كانت بتجذب عليها وانها عملت كده عشان تزلها وبتنهار هيان وبتعيط وده لانها تأخرت على الامتحان وبيرفض المدرس انه يعيده وبتحاول تخسل وشها لكنها مش بتعرف بسبب شعرها وبتدخل طالبها اسمها هيان عليها وبتديها توكا وبتقول لها ان اسمهم شبه بعض فبتشكرها هيان وبتلاحظ الورقة اللي مكتوبة على ظهرها واللي بتكون تقليل منها عشان فقيرة فبتتعصب هيان وبتدخل المقابلة بتاعت نيون وبترمي ميا عليها قدام كل اللي قاعدين وبتشتمها وبتقول لها ان شخصيتها محتاجة تتغير قبل ما تحقق احلامها وبنرجع لليوم اللي بيك كانت بتعاقب فيه طلاب الفقرة وبيزر النهيان منهم وبنشوف دقون واللي بيدأمل بيحصل وبيسيب المكان وبيمشي وبنكتشف انها هيان هي اللي بلغت المدرس عن التنمر لكن زملها بيتعاقب بدل منها وبيقرر انه يسيب المدرسة ويمشي وبعدها بتقابل هيان هيان بالصدفة في الحمام واللي بتدائي لما بتشوف الورقة اللي على ظهرها ولما بتخرج بتقابل بيك وبتسألها ان كانت تعرف مكان قاعد المقابلة فبتستغرب بك وبتسألها ان كانت تعرف هي مين فبتتعصب هيان وبتشتمها في السرقة وبتمشي وفي الوقت ده بيكون دقون قاعد لوحده على سطح المدرسة وبيدخل ليسوه عليه وبيقوله ان الاطفال الاغنية بيجي لهم اكتئاب بسبب انهم بيبدأوا حياتهم من اعلى مستوى وده بيخليها مملة وبعدها بيشرب سجاية وبيارد على دقون واللي بيتصل على الامن وبيبلغ عليه وبيمشي وبعدها بيروح ليسوه لقاعة المقابلة وده لانه متطوع بالاجبار بسبب انه متعاقب وبيتخاني مع زميله الواقف معاه وفجأة بتدخل هيان عليهم وبتسألهم عن القاعة وبيستغربوا لما بيشوفوا المياه اللي معاها وبتدخل هيان القاعة وبترم المياه على نيون واللي بتتكلم والدتها ولما بتيجي بتزعى لهيان وبتشتمها لكن هيان بتكون مش مهتمة وفي الوقت ده بيوصل للمدير وبيطلب من نيون انها تاخد بنتها وتمشي وده لانه مش يسمح للخناء بالاسلوب ده في المدرسة فبتتعصب اكتر وبتهدد هيان وبتمشي وبترجع هيان لمدرستها وبيتعصب المدرس عليها وبيقولها ان والدة نيون مقدمة فيها بلاغ بانها سرقت بيتها وانفيش هو ونومها يضطروا يطردوها لو الكلام طلع صح فبتعرف هيان ان نيون هي اللي تبلت عليها وبيانتشر الخبر في المدرسة والكل بيتنمر عليها في الوقت ده بنشوف طلاب من مدرسة شون جدام واللي بيشوفوا الصورة لهيان وهي لابسة ازاي بتاعهم لكن مش بيبقوا عارفينها وبتشوف بك الصورة وبتفتكر هيان واللي بتقلق لما بيجي لها رسالة من نيون وبتعرفها ان والدتها هتبلغ عن سون جو صاحبتها واللي زوارت الهواية بتاعتها وقبل ما تمشي بتوقفها زميلتهم وبتطلب منها بتعتذر لهم على كتبها فبتقولها هيان بتريقة انها ارتكبت خطأ مميد بانها تظهرت ان هي غنية وهي مش كده وبتقرر هيان انها تروح مدرسة شون جدام وبتقابل المدير وبتترجاها يقبل نيون وده لان حياتها وحياة صاحبتها هيتدمره وبتعتذر له على عملته وبتقوله انها انسانة كويسة وطالبة متفوقة فبيسألها المدير على هيكسبه لو اقبل نيون وبيقولها انه ممكن يكسب فلوس كتير لكنه هيخسر صمعة المدرسة لو الاهل عرفه باللي حصل وبتحاول هيان انها تتكلم لكنه بينهي المقابلة وبتروح هيان الحمام بعد ما بتخرج من عنده في نفس الوقت اللي بيقول ليسو فيه وبيشرب سجاير وبيرتبك لما بيسمع صوتيانو بتخبط الزبالة برجلها وبتفضل تعيط وبيحاول انه يخرج لكنها بتمسكه وبتضربه فبيقولها انه مش منحرف وانه كان بيشرب سجاير وانه ما فيش حد بيدخل الحمام ده وده لان فيه طالبة ولدت فيه السنة اللي فاتت وبيفتكرها ليسو وبيسأل عن السبب اللي كان بيخالها تستخدم المياه فبتقوله انها استخدمتها عشان تدمر حياتها وبعدها بتخرج من المدرسة وبتسجل خروجها عند الامن ولما بيجي الليل بتنط من على البوابة وبتدخل المدرسة تاني وبنشوف ليسوها مستنيها وبيظهر انها بتبقى عايزة تقابل المدير تاني وبيوريها ليسوه العربية بتاعت المدير وبتفضل هيان مستنية لكن بيظهر ان المدير عنده عربية تانية وبيركبها وبيمشي من غير ما تشوفه وبتفضل هيان صهرانة في المدرسة لحد وقت متأخر جدا واول ما بتقوم عشان تمشي بتسمع صوت عالي وبتتصدم لما بتشوف هيان واقع قدامها من دور عالي جدا وبتنهره ومش بتبقى قادرة تتحرك وبيتفاجئ المدير لما بيعرف الخبر وبيقول المساعد بتاعه ان هيان في قط العمليات وان في احتمال كتير تموت لكن المدير بيبقى كل همه هو القاتل وده لانه بيبقى خاف على الطلبة الاغنية وبيقرر ان يقول ان هيان انتحرت بسبب الضغط الاكاديمي لكن بيبقى قدامه مشكلة وهو ان هيان بتكون شاهدة على القضية وبنشوفها مع الشرطة وبتبقى منهارها وبتعيق كل ما بتفكر اللي حصل وبيسألها الظابط ان كان شافت حال فبتقوله انها شافت حد على السطح لكنها مش متأكدة من شكله وبتروح هيان بيتها الصبح وبتتفاجئ لما بتلاقي والدة نايون مستنيها وبتقولها انها تصلت بها كتير فبتتعصى بهان عليها لكن والدة نايون بتبقى مبسوطة وده لان بنتها تقبلت في المدرسة بسببها وبتديها هدية وبتقولها انها مش هتبلغ عنها ومش هتطردها من مدرستها ولما بتدخل هيان البيت بتلاقي والدها مستنيها فبتقى تذرله وبتقوله انها كانت عند صاحبتها ونامت عندها لكن والدها مش بيصدقها وبيسأل عن السطح اللي كانت مستنيها فبتتعصى بهان وبتقوله انها عارفة كويس ان اعليتهم مش معها فلوس كتير وعشان كده هيتحل مشكلتها بنفسها ومش هتدخله في حاجة ولما بتدخل قضتها بتشحن تليفونها وبتتفاجئ لما بتليها رسالة من مدير المدرسة واللي بيطلب منها تكلمه أول ما تشوفها فبتتصل عليه وبتفضل تتكلم معه كتير وفي الوقت ده بنشوف دقونه ووايف قدام المكان اللي هايان واعد فيه وبيظهر على الحزن وبيشوفه ليسو لكنه مش بيتكلم معه وده لانه بيبقى معه طالبة جديدة وبيعرفها على المدرسة وبتبقى الطالبة مستغربة وبتقوله انه فرجها على المدرسة من بره بس فبيقولها ان فيه تسلسل هرمي مش مرقي وانه وضعها الاجتماعي هو اللي هيحدد مكانتها في المدرسة وبنشوفها يانوية بتاكل وبيضحكوا الطلاب عليها وبيعيروها وده لانها بتاكل حاجة مش بتتاكل وبنشوف طالبة وهي بتتنمر على واحدة تانية وده لان اسم والدها مش مكتوب على لوحة التبرعات واللي بيتكتب فيها اسام الاهالي اللي بيتبرعوا بمبلغ كبيرة للمدرسة وبتشوف بيك الطالبة اللي بتتنمر وبتتنمر هي عليها وده لان والدها متبرع بمبلغ قليل وبيقول ليسوه للطالبة الجديدة ان الملكة بتاعتهم بتكره ان الناس ما يتصرفوش على قد مكانتهم فبتستغرب الطالبة الجديدة كلامه وبتقوله ان والدها عنده عيادة تجميل فبيتحك ليسوه بيقولها انها درست في امريكا بتقول للمدرسة انه لازم الكل يتعلم اللي حصل وبتسيب المحاضرة وبتمشي وفي الوقت ده بتاخد هيان شنطتها وبتسيب المدرسة وبتمشي وبيتصدم صحابها لما بيعرفوا انها تتنقل لمدرسة وبتقرر هيان انها تسيب الشغل وبتستغرب وبتسألها عاللي حصل عشان تتقبل في المدرسة فبترتبك هيان وبتكذب عليها وبتقولها انها استخدمت فلوسها اللي كانت سايبها للجامعة وان المدرسة ديها الفرصة الوحيدة عشان حياتها تتغير وتاني يوم بيجي لها ازاي بتاع المدرسة وبتلبسوها مبسوطة وبعدها بتخرج وبتشتري جزمة غالية واللي بتكون نفس الجزمة اللي عندنا يون وبعد ما بتشتريها بتحس بالزم وده لانها كان ممكن تجيب جزم كتير رخيصة بالفلوس اللي دفعتها وعشان كده بتقرر انها تشتري جاكت رخيص عشان ما تصرفش كتير وفي الوقت ده بنشوف واحدة وهي بترقبها واللي بتخبطها فجأة وبيوع العصير من ايد هيان وبتدخل بسرعة الحمام عشان تتأكد ان الجزمة سليمة وفي الوقت ده بتلاقي ورقة في الكيس وبيبقى مكتوب فيها ان شكلها جميل في ازاي المدرسة اللي حصلت عليه بعد قتل واحدة فبتترعب هيان من الكلام وبتخرج بسرعة عشان تدور على البنت اللي خبطتها لكنها مش بتلاقيها وبتتصدم لما بترجع الحمام ومش بتلاقي الجزمة وفي الوقت ده بتدخل بيك الحمام وبتبقى لبسها نفس الجزمة اللي ضاعت فبتوقفها هيان وبتسألها عنها لكن بيك مش بتبقى عارفة يا بتتكلم على ايه وبتلاحظ ازاي اللي هي لبسة وبتطلب منها ما تشوفش وشها في المدرسة وبتشتمها وبتمشي فبتتعصب هيان وبتمسكها من شعرها وبتضربها وقبلها بشوية بنشوف بيك وهي بتقس نفس الجزمة اللي هيان اشتريتها وفي الوقت ده بتدخل المدرسة بتاعتها عليها فبتدق بيك وبتمشي ويلابسة الجزمة وبنعرف ان المدرسة على علاقة بولدها قبل ما هنفصل عن والدتها وبتحاول المدرسة انها تتكلم معها وبتقولها انها بتحب ولدها فعلا وانها مش مهتمة بفلوسه لكن بيك مش بتصدقها وبتقولها انها كان ممكن تحترمها لو قالت الحقيقة وبتبص على الفستان اللي هتقيسه ولي بيكون غالي جدا وبتسيبها بيك وبتمشي ومش بترضى ترد على ولدها وبعدها بتدخل الأسانسيره بتعيط ولما بتخرج بتروح الحمام وبتشوف اهيان ويلابسة الجزمة وبتتخانق معها وبتقلعها الجزمة وبتاخدها وبتمشي وبعدها بتروح للمحل اللي اشتريته وبتطلب منهم شنطة جديدة بدل تسرقت لكن العملها بترفض ودلقلن الشنطة ماركة وبمبلغ كبير فبترجع اهيان بالجزمة ويفكي سيسوي وفي الوقت ده بنشوف دقونه في المكتب بتاع والده بيحاولوا ان يفتح الخزنة بتاعته لكنه بيفشل وبيلاحظ فجأة الملف بتاع اهيان اللي على المكتب فبيصوره وبيخرج وبيقابل والده واللي بيظهر ان هو نفسه مدير المدرسة وبيجد بدقون عليه وبيقوله انه كان بيدور على كتاب وبيتكلم المدير معاه عليسه وبيحذره من انه يصاحبه ودلقنه بيعمل مشاكل كتير لكنهم مش بيقدروا يمسكوه ودلقنه بيعملها بيد عن المدرسة وبترجع بك للبيت وهي حافية ووشها مجروح متضار وتاني يوم بتروح هيان المدرسة وبتبقى مبسوطة جدا وبتنبهر بكل حاجة وبتدرك نناقصها حاجات كتير جدا وامرها ما جربتها في حياتها وبتدخل بيك على صاحبتها واللي بتتفاجئ اول ما بتشوف وشها وبيظهر على بيك انها متعصبة وبتبقى ناوية تحول حياة هيان لجحيم واللي في الوقت ده بتكون في مكتب المدرسين وبتسلم الكرني بتاعها وبتطلب منها المدرسة انها تروح للطالب المتطوع عشان يفرجها على المدرسة وبتتفاجئ هيان لما بتلاقيه ليسو وبتقوله انها شافت المكان قبل كده ومش عايزة تتعرف عليه لكن ليسو بيصر يفرجها وبيقولها انها لسه ما تعرفش التسلسل الهرمي وفجأة بيظهر دقونه وبيمسك ايد هيان وبيقولها ان هو لا يفرجها لكن ليسو مش بيوافق وبيسأل هيان ان كانت عايزها هو فبترفض وبتروح مع دون واللي بيفضل ساكت طول الطريق وبيبان علي انه مرتبك وبيدي لهيان رقمه وبيطلب منها انها تكلمه في اي وقت فبتوافق وبعد ما بتسيبه بتخبطها واحدة وبتشك هيان انها شافتها قبل كده لكنها مش بتلحق تتأكد ولما بتفتح الخزنة بتاعتها بتلاقي فيها نفس الجزمة اللي هي لبساها معها ورقة بترحب بيها في الجحيم فبترتبك هيان خصوصا ان كل الطلاب بيتحكوا عليها ولما بتدخل الفصل بتلاقي مجموع الطلاب مستنينها وبيظهر ان بيك هي لمسلطاهم لكن هيان بتنجح في انها تهرب منهم وبتدخل قط المدير وبتسألهم ان كان يعرف الطلاب اللي حصل وده اللي انهم بيعملوها وحش وبتطلب منهم انه يتحمل المسئولية فبيستغرب المدير من كلامها وبيفكرها بالاتفاق اللي ما بينهم وان تعليمها بيكلف كتير وبيسألها ان كانت عايزها يبقى مسئولة عن علاقتها مع زميلها دي ما هو مسئول عن المنحة الدراسات بتاعتها وبيفتح لها الباب وبيقولها ان الاختيار ليها ياما تستغل الفرصة اللي جات لها ياما ترجع لماضيها البائس وبعدها بتخرج هيان من باب جانبي عشان محدش يشوفها لكنها بتلاقي بكوة فقدامها وبتقولها انها اكيد استمتعت بحفلة الترحيب بتاعتها فبتتري اهيان عليها وبتقولها انها عملت فيها ده كله عشان اللي حصل في المحل وبس وبتسألها يمين وبترتبك لما بتلاقي كل الطلاب متجمعين ووقفين ورابك واللي بتمسكها لما بتحاول انها تهرب وبتقولها انها تعتبر حياتها المدرسية محكم عليها بالفشل وفي الوقت ده بتفتكر هيان انها شافت صورتها عن نت وده لانها اكتر طالبة سنوية مشهورة وفجأة بتضرب بكوة الشاه وبتجري وبيجري كل الطلاب وراءه مش بتلاقي مكان تستخبى فيه وبتقوم شدها واحدة وبتخبها في قط الرسم وبيبقى اسمها قوشين وبتلاحز ان هيان حافية فبتديها كوتش بتاعها وبتشكرها هيان وبتسألها يا زي عرفيها وبتتفاجئ لما بتشوف صورتها في اخبار المدرسة وبتعرفها قوشين ان ما فيش حد يقدر يتعرض لبكوة مجموعتها وبتعتذر لها قوشين على كلامها وده الإناخة وفيتها فبتقولها هيان ان هي الوحيدة العقلة اللي قبلتها في المدرسة وفي الوقت ده بتفتكر دقون وبتتسازن من قوشين وبتقولها انها هتمشي عشان ما فيش حد يقتحم قدتها ويئذيها ولما بتخروا بتبعت رسالة لدقون وبتسألوا ان كان لسه مستعدن ويساعدها وبتترعب لما بتلاقي كل الطلاب بيدوروا عليها ومش بتلاقي مكان تهرب منه فبتهددهم هيان انها هتصورهم وهترفع عليهم قضية فبيضحكوا الطلاب عليها وبيقولوا لها ان الطلبة بس اللي بيعملوا كده فبتنط هيان من دور عليه فجأة وبيتصدم الطلاب لما بيشوفوا دقون وبينقذها وبتدائبك لما بتعرف اللي حصل وبتفتكر هيان وبعدها بتقابل والدها عشان تتغدى معاه وبتتعصب لما بتلاقي المدرسة وبتعرف انها حامل وان والدها يتجوز وبتفضل تتخاني مع والدها وبعدها بتسيبه وبتمشي وبيعتذر دقون لهيان على الطلاب عملوه وبيعرض عليها انه يجيب لها لبس جديد بدل يتبهدل فبترفض وبتقولوا انه مالوش زم وبتتأثر هيان لما بيعالج رجليها وبيقولها انه الحقيقة معجب بهيان فبتطبست جدا ودل انها فكرت انه بيقول هيان مش هيان لكنها بتتصدم لما بيسألها عن اللي قتل هيان ودل انه عارف ان هيان كانت موجودة وقتها فبتسأله هيان عن اللي هيقدمه لها مقابل انها تعرفه وتاني يوم بتوصل للمدرسة وياراجبة مع دقون العربية وبيتصدم الكل لما بيشوفوها يمسك ايده وبيترق الطلاب عليها وبيسألوها عن علاقتها بدقون فبتتحداهم هيان وبتقولهم انه هما الاتنين مرتبطين وفي الوقت ده بيكون دقون مع صحابه واللي بيسألون كان الموضوع حقيقي فبيفتكر كلامه مع هيان واللي بتربط الاحداث مع بعض وبتعرف انه بيحب هيان فعلا وبتعرف انه عرض عليها المساعدة عشان مصلحته وبيترجها دقون وبيقولها انها الوحيدة اللي هتقوله الحقيقة فبتقوله هيان انها مش هتعرفه دلوقتي وانه هيعتمد على الطريقة اللي هيتصرف بيها وبيكمل دقون كلامه مع صحابه بيقوله منه مرتبط بهيان وبيحذره من انهم يقربوا منها وبيستغرب لسهو وبيسأل هيان على اللي عملته في اول يوم ليها وبيقولها انها مسيرة للاهتمام فعلا فبتدق هيان منه وبتسيبه وبتمشي ولما بتدخل الفصل بتلاقي البنات اللي كانوا بيتريعوا عليها بيحاولوا انهم يقربوا منها وبيسألوا عن علاقتها بدقون وبيعرضوا عليها انها تحضر النادي الخاص بالبنات عشان تحكيلهم كل حاجة وبيعرفوها ان النادي بيتقابل فيه البنات اللي من مجتمعات راقية وبيتعرفوا فيه على بعض وبترفض هيان انها تروح لكن سونجوب تقنعها وده لانها نوية تشتغل وعايزة وسطة وعشان كده عايزة هيان تامل اعلاقات مع الناس الاغنية وبتقول لها انها عندها طريقة بيجيب بها فستان غالي وبتاخدها النايون ولي بتوافق انها تسالفها فستان وقابل انها تنقلها كل حاجة في الحفلة وتعرفها اللي بيحصل وبتحذرها نها تبهدل الفستان وده لانه غالي جدا وبتوافق هيان ولما بيجيهم الحفلة بترتبك ومش بتبقى عايزة تدخل لكن سونجوب تقنعها ولما بتدخل هيان بتلاقي البنات اللي عزمها موجودين واللي بيخبطوها ويمسك كاس فبتلحقوا هيان قبل ما يقع على الفستان وبتمسك واحدة دي عشان تقومها لكنها بتسيبها فجأة وبيقع الكاس على الفستان وفي الوقت ده بتدخل بيك الحفلة وبتعرف هيان ان كان معمولها فخ وبنرجع لليوم اللي بيكت خانقت فيه مع والدها وثابته وراحت لوالدتها واللي بيظهر عليها انها مريضة اكتئاب وديقت بيك لما شافتها سكرانة وده لانها قرفت بخبر حامل المدرسة وبتقول لبيك ان المدرسة هتجيب لولدها الولد اللي هي معرفتش تجيبه وان هي اللي عملت والدها وخليته غني وفضلت تذكر وبتعرفها انها تطلق منه فبتنادي بيك على الخدامة وبتطلب منها تجيب لها الدواء وبنرجع للحاضر وبنشوف هيانوية صحية تانيوم الحفلة وبيظهر عليها الارتباك وبتطلب من والدها انه يدي لها فلوس وبيتصدم هو واخوها لما بيعرفوا انها عايزة 8000 دولار وبيتخاني اخوها معها وبيبقى عايز يضربها وبيقولها انها دخلت مدرسة غالية عشان تعيش حياة الاغنية وبتنهار هيانوية بيبص على الفستانه وبتعيط وبتفكر اللي حصل وان بيك وقعت عليها ازيزة شامبانيا كاملة واهانتها قدام الطلاب وطردتها من الحفلة وفي الوقت ده بيقابل دقون بيك واللي بتكون قاعدة مع نيون وبيظهر انها كانت متفق معيها وبيسألها دقون عن اللي عملته في هيان فبتقوله بيك انه بيين عليهم انهم مرتبطين فعلا وانها كانت مفكرة ارقى من كده فبيقولها دقون انه عايز انها تبطل تنمر وده لان كان في حد يموت بسببهم فبتقوله بيك انها عارفة انه بيحب هيان لكن الحقيقة انها ما كانتش هتحبه لو هو مفلس ومش معه فلوس وانه في النهاية هيبقى زي والدتها اللي اتجوزت واحد فقير واقل منها فبيتعصب دقونه وبيسكتها ولما بييجي الليل بيشوف ليسؤول فيديو بتاقيانه في الحفلة وبيفضل يضحك في نفس الوقت اللي بيشوفها ويبتجري قدامه وبيلاقيها وقفة مع واحد وبيفكر انه بيبتزها وانها تبيع نفسها فبيدفع عنها وبيبقى عايز اضرابه لكن هيان بتبعده وبيعرف انها بتبيع له فستان وبتقوله انه بسبب خسرت خمسين الف دولار وبيستغرب ليسؤول انها مزعلانة على انه فيهم الموضوع غلط لكنها زعلانة على الفلوس فبتسأله ان كان عارف هيان ليه هتمشي على رجليها على الرغم ان بيتها بعيد وبيتفاجئ ليسؤول انها مش معها فلوس حتى تركب تاكسي فبتقوله ان اكتر حاجة مضايقها مش انها تعرضت للزل في الحفلة لكن عشان هي مش عارف ايه لا يحصلها لو ما دفعتش فلوس الفستان وبعدها بيوصلها للبيت وبتقول هيان انها كانت مفكرة انه هيديها الفلوس فبيقولها انها كانت هتمشي على رجليها وبيفضل ماشي معها لحد البيت ولما بترجع هيان بتفضل تدور على شغل عشان تجمع الفلوس لكنها بتفشل وتاني يوم بتتكلم المدرسة معها وبتوريها المنح اللي هم بيقدموها للطلاب وبتطلب منها انها تفكر وتختار حاجة منها ولما بتخرج من المكتب بتقابل بك واللي بتقولها انها مهما عملت مش اتغير من حقيقة انها عدمت القيمة فبتقولها هيان انهم على طول بينبحوا فوشها زي الكلاب عشان يعرفوها مكانها وهي في الحقيقة عارفة كويس وده لان كل يوم جاحين بنسبة لها لكن الحقيقة هي اللي مش عارفة مكانها فبتتفاجئ بك وبتقولها هيان انها عندها كل حاجة على الرغم من كده بتطارد شخص زيها ما يملكش اي حاجة واني ده معناه انها عندها نقص وانها لو كانت حشرة فعلا زي ما بتقول ما كانتش هتديها من وقتها فبتقولها بك انها متضايقة منها لدرجة انها عايزة تموتها فبتقول هيان انها مش هتقاومها وبتطلب منها تعتبرها مش موجودة فبترفض بك وبتعرض عليها تسيب المدرسة مقابل انها تدفع لها فلوس الفوستان وبتديلها مهلة اسبوع تفكر فيه وانها تديلها مكافأة جبيرة لو مشت قابل الاسبوع وتاني يوم بتستنى هيان الاوتوبيس وبتلاقي بك وقفة قدامها وبتفكرها انه فاضل 6 ايام وبتسيبها وبتمشي وبعدها بيوصل دقن وبيركبها معاه وبيظهر علي انه ميداق منها وبيسألها عن السبب اللي خالها تروح الحفلة وتسمح لهم انهم يتنمروا عليها وان اللي زيها مش محتاج غير انه يكون هادي وما يلفتش النظر ليه وبيطلب منها انها تقوله من اللي قتل هيان فبتسأله هيان ان كان هيسالفها فلوس لو هي قالت له فبيقولها ان اسمها شفر هيان لكن عمرها ما تبقى زيها وانها كانت فقرة زيها لكن عمرها ما طلبت حاجة من حد فبتقوله هيان ان كلامه ده معنى انه مش موافق وبتطلب من السواء يوقف العربية لكن دون بيناديلها فبتقوله هيان انها ما فكرتش ان هي تكشف هوية القتل في الاول وانها اتفقت مع والده ان الموضوع سر لكن الحقيقة انها ما شافتش ملامح القتل لكنها شافت ضدله وان القتل هيان كان بنت وبتقوله انه لو زي ما بيقول مفروض تبقى هادية في المدرسة فازاي انتهى بهان انها مقتولة وبيتدعي دون لما بتقوله انه ما قدرش حتى يحمل بنت اللي معجب بيها وانه كان مفروض ياخد باله منها حتى لو هي ما طلبتش ولما بتوصل هيان للمدرسة بتقابل اوشين واللي بتطلب منها تفتر معيها فبتسألها هيان ازاي واحدة ملك زيها موجودة في المدرسة دي فبتقولها اوشين انها مش طيبة زي ما هي فكرة وانها طلبت منها تفتر معاه ودلقناها وحيدة وبتفضل هيان زي علانة وبتسألها انها تسيب المدرسة وتدفع فلوس ولا تفضل موجودة وبتتفاجئ لما اوشين بتقولها انها عندها طريقة تجيب بيها فلوس وما تضطرش تسيب المدرسة وبتعرفها على المين وبتقولها ان المين بيسالف اي حد عشان يبعد الطلاب عنه وما فيش حد يتريق عليه فبتقلق هيان لكنها بتضطر يتكلمه وبتبعت له رسالة وبيوافق انه يديها المبلغ وانها تروح للاستوديو بتاعه عشان تاخدهم وبتشكره هيان لكنها بتتفاجئ لما بيقولها انها ترجعهم كمان اسبوعين وهتدفع زيادة الفين دولار لكنه بيعرض عليها انها تشتغل معاه مقابل فلوس زيادة فبترين هيان على قوشين عشان تسألها لكنها مش بترد عليها فبتوافق انه يصورها بلبس غريب مقابل الفلوس وفي الوقت ده بيروح دقون المستشفى الهيان وبيعتذر لها انه تأخر على مظارها وده لانه حاسس بالزنب بعض اللي حصل وبيفتكر دقون لما كانوا بيتخنقوا بسبب انها مش عايزة تحكيله حاجة ولا بتديله فرصة انه يساعدها وبيقول لها انه تخانق مع والده وبك بسببها لكنها لسه مش واثقة فيه وبيزعل دقون لما بيفتكر كلامه وده لانه جرحها وقتها واتهمها انها عايشة دور الضحية وفي الوقت ده بنشوف هيان ويا بتتصور وبتقرر انها تتنازل عن كبريقة عشان الفلوس وبتتصدم لما لمين بيطلب منها تغير اخر فستانه قدامه مقابل ان ديها فلوسة كتر من اللي دفعها وبيدخل دقون مكتب والده وبيفاتش في الكمبيوتر بتاعه لكنه مش بيلاها حاجة وبترجع هيان لبيتها ولما بتنام بتحلم بهيان لما واعت قدامها وساعتها ديتها سلسلة وبتصحى هيان من نوم مغضوضة وبتشوف السلسلة قدامها وبتفتكر انها نسيت تقول الشرطة عليها وتاني يوم بتروح زوجة والد بيك المدرسة عشان تشوف صحابها وبترتبك بيك لما بتشوفها ومش بتبقى قادرة توقف فبتسألها زوجة والدها ان كانت تعبانة وبتوقف معيها لكن بيك بتكلمها باسلوب وحش وبتقولها انها خرابت بيوت فبتتعصب زوجة والدها وبتقولها انها لسه رجع من عند الدكتور وانه قالها ان ابنها لفبطناها كويس جدا وان ابنها هيبقى الوريس الوحيد للشركة وانها مش هتسيبها تقلل منها تاني فبتنهر بك وفي الوقت ده بتدخل هيان وبتبعد المدرسة عنها وبتطلب بك منها انها تاخدها بعيدة عن زوجة والدها فبتوافق هيان وبعدها بتشتري لها ميا وبتقولها انها كانت مفكرة ان ده بيحصل في المسلسلات بس لكن الواقع اسوأ فبتتعصب بك وبترمي المياه وبتقولها ان اكتر حاجة بتكرهها يا الشفقة وانها بتكره انها سأمثالها اللي بيتظاهروا بمواساتها فبتستغرب هيان كلامها وبتسألها ان كانت مفكرة انها جات عشان توسيها وبتطلع فلوس الفستان وبترميها في وشها وبتقولها انها قرفت انها كانت متفق معنايون وانها مش عارفة هي عملت ايه عشان ترجع الفلوس وبتفتكر هيان لما قبلت انها تغير هدومها قدام لي مين عشان تاخد الفلوس وبتطلب من بيك انها تسيبها في حالها لحد ما تتخرج وده لانها قررت انها تكمل وتتخرج عشان تغير حياتها لعينها فبتقولها بيك انها معتوها فبتقرب هيان منها وبتسألها ان كانت مفكرة انها اكتر واحدة مخيفة في المدرسة لكن الحقيقة انها مش كده وانه اكتر صحيرة مخيفة في العالم اللي ما عنداش حاجة تخسرها زيها بالزبط وبتطلب منها يعيشوا في سلام وده لانها ممكن تبقى المديرة بتاعتها في يوم الايام فبتتحك بيك وبتقولها ان ما عنداش اي احترام للذات فبتقولها هيان انها رمت احترامها للذات في البلعة من زمان قوي وبتسيبها وبتمشي وبتتبسط هيان لما بترجع للمدرسة وبتلاقي الطلاب سايبينها في حالها وما فيش حد بيقرب منها وبيقعد دقون جنبها وبيسألها على اللي حصل بينها وبين بيك فبتطلب منه يكون في حاله وبتوعده انها تبقى بعيدة عن الأنظر وهدية حاجة وبتسيبه وبتمشي لكنها بتتفاجئ لما بيقول لها انها ما تعرفش الوالد وهيعمله لو عارف انها ما شافتش القاتل فبتتعصب هيان وبتسألوا ان كان بيهددها فبيوعدها دقون انها مش تتأذي وانها تفضل بعيدة وانه كل اللي عايزوا منها انها تفضل مرتبطة بيه قدام الطلاب وانه هيرائب تصرفات والده عشان يتأكد ان كانت البنت اللي شاكك فيها هي اللي عملت كده فبترفض هيان وبتسيبه وبتمشي وبتتصدم لما حد بيبعت لها الفيديو اللي هي قلعت فيه قدام لمين وبيهددها بيه وبتتفاجئ بك لما بتشوف هيان ماشية مع اوشين واللي بتلاحظ ان هيان متغيرة وبتكتب لها على الكشكول بتاعها وبتسألها ان كانت كويسة فبتكذب هيان عليها ومش بترضى تحكي لها اللي حصل وبتفضل قلقانة لحد ما بتروح وبتفتكر البنت اللي خبطتها وبتفتح الورقة اللي كانت بتهددها بيها وبتتصدم هيان لما بتلاحظ ان الخط اللي في الورقة هو نفس الخط بتاع اوشين وبنرجع بالزمن لسنة وبنشوف اوشين وهي وقفة قدام لوحة المتبرعين وبتشوف العمال هما بيشيلوا اسم والدها ودل انه تسجن بسبب الفساد فبتزع اوشين فيهم وبتضرب واحدة بتقول عليها انها بتشرب مخدرات وبتقول اوشين انها هتفضل اعلى منها حتى لو فلسوا وفي الوقت ده بتوصل بيك وبتمسك ايدها وبتضربها بالقلم فبتستغرب اوشين ودل انهم كانوا صحاب مقربين وبتقول لها بك انها هي اللي قالت لها ان الانسان لازم يبقى من نفس الطبق عشان تعمل صداقة معيها وان ده معناه انهم ما بقوش صحاب بسبب ان عائلتها ما بقتش من النخبة فبتقولها اوشين انها اخر حد يعملها بالطرية دي بعد اللي عملته معيها وانها لازم تفضل ممتنة لها للأبد فبتقولها بك انها مستنية اللحظة دي من زمن قوي وبنرجع للحاضر وبنشوفها وهي بتوقف اوشين وبتسألها عن علاقتها بهيان فبتنكر انها تعرفها وبتقولها انها مفكرها بتتكلم عن هيان فبتدحك بك وبتسألها عن السبب اللي بيخليها تصاحب ناس كانت بتتعامل معهم على انهم حشرات وبتهددها انها تفضح اللي عملته لو فكرت تعملها حاجة فبتسألها اوشين عن الدليل وبنعرف انها قتلت اخو بك الصغير عشان تفضل هي ورست الشركة فبتدق بك وبتسيبها وبتمشي وبتفتكر يوم ما ضربت اوشين بالقلم وساعتها فضحت علاقة والدها بالمدرسة وبتنهر بك لما بتفتكر ردود فعل صحابها واللي فضلوا يتكلموا عليها وفي الوقت ده بتكون هيون في قط الرسم بتاعت اوشين وبتدور على الفيديو لكنها مش بتلاقيه وبتواجه اوشين بالحقيقة واللي بتضحك وبتقولها انها كانت تعرف حياة لمين وبتهددها انها تفضحها لو ما اعترفتش على بك وبتتصدم هيان لما بتقولها ان بك هي اللي قتلت هيين لكن هيان مش بتصدقها وده لان بك معرفتهاش اول مرة شافتها وفي الوقت ده بيدخل دهون قودة صحابه ومش بيبقى عايز يقعد معالها ما بيشوف بك وبيقولهم انه هيجيب هيان معاه فبتقوله بك انه عايز يستفزها وخلاص فبيسأله عن سبب كرهاء الهيان فبترتبك بك وبتفتكر اليوم اللي هيان وقت فيه وبييظهر ان هي اللي طلبت من بك تقبلها وبتهددها بعلاقة والدها بالمدرسة فبتسأله بك عن اللي هي عايزة منها فبتسأله هايان ان كانت هتديلها اللي هي عايزة وبنرجع للحاضر وبتقول بيك لدقون انها مش هتقدر تقوله دلوقتي وبتتصدم هيان لما قوشين بتطلب منها تشهد على بيك على الرغم انها ما شافتهاش وبتقول لها انها هتتظاهر بانها ما سمعتش حاجة وبتطلب منها انها تبعد عنها لكن قوشين بتورها الفيديو وبتهددها انها تبعطه لكل الطلاب وفي الوقت ده بتروح بيك لمستشفى عشان تشوف والدتها واللي بيظهر ان حالتها تحسنت وبتضحك هي وبيك كتير واللي بتتأثر لما بتشوف علامات الانتحار على ايد والدتها ولما بتخرج هيان من المدرسة بتشوف يفطى مكتوب عليها انه مطلوب شاهد في قضية هيان بسر هيان وبتقول لنفسها انها ما كانش لازم تتجاهل اللي حصل وتروح للمدرسة اللي عينة دي وبتفضل تعايته في الوقت ده بتشوفها بيك وبتدق هيان وبتطلب منها تتجاهلها زي ما اتفقت معيها فبتسألها بيك عن اللي حصل فبتقولها ان هي وهيان دخلوا المدرسة عشان يعينه وانها بتعتذر لنفسها انها نسيت مكانتها وكانت جاشعة فبتقولها بيك ان هيان ما كانتش شواهها وان العياط مش مناسب ليها وبتطلب منها انها ترجع لطبيعتها وتسرخ وتضرب النزق الاول وفي الوقت ده بترين نقشين عليها في نفس الوقت اللي بيك بتحذرها منها وبتسيبها وبتمشي فبتقرر هيان انها تقبل عرض دقون وقابل انه يساعدها والتاني يوم بيدخلوا الاوضة اللي اصحابه بيعودوا فيها واللي بيظهر انها نفسها اللي اليمين صورها فيها وبيمثل دقون على صاحب انه عايز يقعد مع هيان لوحدهم وبيخرجوا من الاوضة وبيفضلوا يدوروا لحد ما بيلاوه فلاشات كتير وبتلاها هيان الفلاشة بتاعتها فبتتصل على ليسو واللي بيدرب اليمين جامد وبيطلب منه يمسح كل الفيديوهات وبيهددوا انه لو عمل حاجة تاني هينشر له الفيديو اللي معايا وبتروح بك عند والدها وبتتفاجئ المدارسة لما بتلاقيها وبتبقى مبسوطة وبتتحك مع والدها وبتستغرب المدارسة لما بيك بتعملها حلو وبيظهر انها بتمثل على والدها وبعدها بتخرج المدارسة معها واللي بتسألها من امتى وهي ابنة كويسة فبتدها بك وبتقولها ان ابنها مش هيقدر يوقف ضدها وانها هي اللي هتبقى الوريسة الوحيدة للشركة وفي الوقت ده بنشوف هيان ويفقضتها وبتقرر انها تنتين من قشين وبعدها بتشغل الفلاشة اللي مكتوب عليها هيان وبتتصدم وهي بتشوفها مع وجين قارب صديق لدقون واللي بيظهر ان الاتنين كانوا بيخنون تاني يوم بيطلب دقون منها انها تروح معا الحفلة السنوية بتاعت وجين وحبيبته ويول هي فبتوافق هيان على الرغم من انها بتبقى خايفة يحصلها زي الحفلة اللي فاتت وبعدها بتقابل وجين واللي بتعرف انها سرقت الفلاشات من اللي مين وبتقول لها انها حركة غبية لها عملتها وان الفيديو بتاعها معاها هي وبتهددها انها تنشره وبتمنعها هيان وبتطلب منها تديها فرصة تانية عشان تستعيد وده لانها خايفة تخلف في وعدها مع المدير ويطردها وبعدها بتوري القوشين الفلاشة بتاعت هيان وبتسألها عليها وبتكتشف ان قوشين كانت عارفة وانها استخدمتها عشان تهدد هيان عشان تعملها لهي عايزية وهي اللي طلبت منها انها تهدد بك وبتقولها انها هيان ساعتها قادت تعايت وتترجها في نفس المكان اللي واقفة فيه وبعدها بتقول هيان انها لو ما عملتش الهياء قالت لها عليها تنشر الفيديو في المدرسة كلها وبتسبها وبتمشي وفي الوقت ده بيقول ليسو في الحمام وبيسمع كل حاجة وبيطلب من هيان انها تبلغ الشرطة فبتقوله انها تعلمت لما دخلت المدرسة ان اللي زيها ما هم حاولوا مش هيتغيروا فبيقولها ليسو انها هيخد لها حقها من قوشين ولما بيجي الليل بتروح هيان الحفلة مع دقون وبيظهر على وجين ويقول هي انهم مبسوطين وبعدها بتخرج هيان مع دقون وبتتفاجئ لما بتشوفه وبيشرب سجاير وبتسأله عن السبب اللي يخلي حد قتل هيان وانه اكيد كان فيه دفع للقتل او العداوة بيقولها دقون انه بيفكر في الموضوع كتير خصوصا ان هيان لطيفة وانه مش ممكن تعمل عداوة مع حد فبتسأله هيان ان فكر قبل كده انه غلطان وان هيان مزي ما هو متخيل لكن هيان مش بتستنى اجابة وبتقوله انها لو افتكرت اي حاجة عن الجاني هتعرفه على طول وبعدها بيرجعوا للحفلة وبتقعد بالجنب هيان واللي بتسألها ان كانت السلسلة ليول هي لابسها غالية فبتقولها بك انها حتى لو قدرت تجيب فلوسها هتحتاج لوقت طويل عشان تعرف تشتريها فبترتبك هيان ودلقناها نفس السلسلة اللي هان اديتها لها يوم ما وقعت وبعدها بتروح بك للتراوزة بتعدقون عشان تشرب لكنه بيمنعها فبتستغرب وبتقوله انها مفكر انه متدق منها فبيقولها انها ما بقتش تدايق هيان فبتتعصب بك وبتسأله ان كان البنات الفقيرة بتعجبه فبيطلب دقون منها انها تاخد بالها من كلامها وبيقولها انها سكرانة فبتتعصب بك اكتر وبتقوله ان هو اللي بعصت دقتهم اللي من 18 سنة عشان واحدة وبتتصدم لما بيقولان هي اللي قتلت هيان ودل ان والده عمره ما هيتسطر على حد عادي فبتزعله بك وبتقوله ان هو المغفل ومش عارف انها كانت بتغدعه وبتقوله ان هيان كانت بتبتزها عشان تاخد منها فلوس وانها عملت كده مع وجين ودل انها كانت على علاقة به فبيتصدم دقونه وبيتخانق هو وصاحبه وبتظهر الحقيقة وهي ان هيان كانت بتبتز وجين وهي مبسوطة وبتفتكر بك اليوم اللي قبلت هيان فيه وساعاتها قالت لها انها تدي لها اللي هي عايزها بس تبعد عن صحابها وبتجدب هيان عليها وبتقولها انها بتحب دقون فعلا لكن بيظهر انها كانت بتغير من بك وبتقولها انها بتكرهها وان هي مش احسن منها في حاجة وانه حظها انها تولدت غنية وبتحبط بك لما بتفكر اللي حصل وبعدها بتقعد معيول هي وبتعتزر لها وبتقولها انها عايزة تعرفها من زمان لكن ما كانتش عارفة صراحة ازاي وبتتصدم بك لما بتقولها انها كانت عارفة من الاول وانه وجين بقى زي الخاتم في ايديها لكنها هي السبب وانها بوزت كل حاجة دلوقتي وبعدها بتركب هيان العربية مع بك وبتطلب منها توصلها وبتروح بك مع البيت وبتتفاجئ لما هيان بتوريها السلسلة وبتقولها ان هيان اللي دتهالها يوم وقعت قدامها وانه دقون وقوشي مفكرين ان هي القتلى لكنها عارفة الحقيقة وانها اكيد دلوقتي بقت عارفة من اللي قتل هيان وبتفتكر بك اليوم اللي دخلت على يولهي وكان معها وجين واللي بيظهر انه كان جايب لها سلسلة شبه اللي ضعت منها وبنرجع اليوم الحادثة وبنشوف هيان وهي مستناوجين لكن يولهي هي اللي بتروح لها وبتتخاني معها وبتجتمها وبتفضل تضربها لحد ما بتوقعها من على السطح وبعدها بتنهار وبتفضل تعيط وبنرجع للحاضر وبنشوف هيان ويرايحها المدرسة وبتفكر ان ليسو ساعدها وجاب لها حقها من قوشين واللي في نفس الوقت بتبعت لها رسالة بتعرفها انها تنشروا الفيديو لو ما بلغتش على الساعة 12 وفي الوقت ده بتتخاني يولهي مع وجين لكنهم بيتصلحوا في الآخر وبترتبك هيان بسبب ان الوقت بيعدي وبتتصل على قوشين وبتقولها انها ترجع لها المدرسة عشان يتفقوا من جديد لكن قوشين مش بتوافق وبتقرر انها تنشر الفيديو وفي الوقت ده بيدخل على واحدة بيظهر انها تعرفها وده لانها بتقولها انه ما كانش متوقع ان هي اللي تطلب مقابلتها الأول وفي الوقت ده بتوصل هيان للمدرسة وبتتصدم لما بتاع قوشين قدامها في نفس الوقت اللي هين وعد فيه وبتتأكد هيان ان المدرسة ملعونة الفيديو ده كتبته مي جلال وسجله محمد طاهر ده اللي هو ناعي ومنتجه محمود طاهر وما تنسوش تعملوا فولو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفولو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفولو صفحة هكونة مطاطة عشان تتابعوا الملخصات الأنيمي والكارتون سلام